بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة مهدا النهاردة بنتكلم عن جليس واحنا رسول الله هو اللي علمنا ازاي نهتم بالجلساء ونفرز الجلساء ما بين الجليس الحسن وجليس السوق الجليس النهاردة بيحتال على الناس فبعض الاحيين يظنوا انه جليس حسن بس هو في الحقيقة مش جليس حسن على حاجة جليس النهاردة بيخلي الناس يشوفوا الحياة على غير حقيقتها وبيعيش دايما الانسان مصدوم مصدوم في الحياة وفي الناس جليس مسؤول بشكل كبير على ان الواحد فينا يحس بالاحباط من اول محاولة هو واضح ان هو جليس في الحقيقة متعب جدا وده حقيقي الجليس ده اللي احنا نتكلم عنه النهاردة هو جليس التوقعات من اهم اشكال التوقعات على سبيل المثال لما حد يروح يتجوز ويتوقع ان شريكه سواء زوجته او زوجها هيبقى ملاك لكن شريك الحياة مش ملاك شريك الحياة بنى ادم زي بقية البنى ادمين فيعمل ايه؟ فيزعل ويتعب وطقته تخلص ليه طيب؟ في اقل وقت ليه؟ أصلي شريك حياتي طلع خلاف ما توقعت ويساعات ما بيقولش كده بقى الشخص المتوقع يقولك ده بان على حقيقته يقول ايه؟ ده بان على حقيقته ومن المثالة التانية المشهورة كمان في مسألة التوقعات حد متوقع ان كل الناس طيبين فلما يشوف تنافس غير شريف مثلا او في نطاق العمل على سبيل المثال او حد بيتعد على حق حد يحصل ويتخض ويتصدم ويقول ايه ده؟ الحادي مش كويسة انا مش عايز عايش الحادي مع ان الناس هم الناس بما فيهم هو على فكرة لا هم شياطين ولا هم ملايكة هم بشر زي بقية البشر كله بنقادم خطاء حضرة النبي بيعلمنا ازاي بقى احنا عندنا هذا الاتزان في التعامل مع الناس كله بنقادم خطاء وخير الخطائين التوابون فالشخص المتوقع بيعيش حياة وبيظن ان كل اللي بيفكر فيه لابد ان يكون موجود في هذه الحياة ولابد ان كل ما يفكر فيه لابد ان هو يكون صحيح وان كل اللي هو عايزه والذي يريده لابد ان يتحقق ودي على فكرة اكذوبة كبيرة مفيش حد كل اللي بيفكر به بيتحق ده حاجة كده من ممكن نعمل فيها مسلسل نعمل فيها فيلم لكن ده مش حقيقة لان الحياة مش بيامزجة الناس ولا به هوى الناس وحشان كده التعاون مع الاخرين بناء على التوقعات سواء كانت التوقعات دي سلبية او ايجابية بيكون خطر جدا 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 وفي حالات ممكن يكون مدمر ليه؟ في بعض الاسباب اللي بتجعل التعاون بالتوقعات خطر من اهمها اول حاجة ان بعض الناس اللي بتتوامل بالتوقعات معرضين تعرض كبير جدا جدا لفقدان الثقة يعني لما نفترض ان شخص سيتصرف بطريقة معينة بناء على توقعاتنا السلبية يمكن ان ده يؤدي الى ان احنا نفقد فيه الثقة وفي العلاقة بتاعته تبقى علاقة سلبية ونشجع السلوك السلبي بيني وبينه من غير ما يكون هو عمل حاجة واحد انا متوقع ان هو ما عندي توقع سلب ان هو انسان بخيل كل شوية بتوقع ان هو امتى عيبخل امتى عيبخل واول ملاقي يتصرف ممكن يبقى يتحمل على البخر بقول ان هو بخيل ايه ده؟ يعني التوقعات دي اه التوقعات دي السلبية من اكثر الاشياء التي تتعلق بسوء الظن ونزاك كانوا زمان يقولنا اللي هيتوقع شيء ويظن شيء على ايه انا عند ظن عبدي بيه هكذا تكلم مولانا فيما روى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرب العزة تاني حاجة بقى من الاشياء السلبية اللي بتجيبها التوقعات التوتر التوقعات السلبية بتأدب الانسان انه انه وتوتر ويرتفع جدا 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 ليه لان التوقعات السلبية بتعمل ايه بتعمل اشياء سلبية في نفس الانسان تجعله دايما حاسس بالتهديد حاسس بالرعب حاسس بالخوف وخاصة في قضية العلاقات ان الشخص ده امتى هيطلع الشخص ده سيء امتى هيظهر على حقيقته فطبعا كمان بتزيد التوتر وكمان بتأثر تأثير الحاجة التالتة ان فيه تأثير على ذات الانسان تأثير سلبي لهذه التوقعات فتؤثر سلبا على تصرفات الشخص وسلوكه حتى ممكن يعمل يتجنب التفاعل والتعاون مع بعض الناس عشان التوقعات السلبية دي وما يكونش فيه اي حاجة حصل تساعده على هذا التوقع ولكن يحس ان مجرد ما شخص بيعمل اي حاجة وهو متوقع فيه توقع سلبي يحس بعب وحس بضغط ويحس بدي ولذلك الله سبحانه وتعالى علمنا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعد الظن يسم والاسم يضيق الصدور حاجة التالتة الخطر لما تكون في توقعات سلبية ان الانسان ما بيقدرش يحقق الامكانيات توقعات سلبية بتخلي الاشخاص ما يحققوش امكانياتهم الحقيقية لانهم بيكونوا دايما شايفين ان الاعتقاد بان الشخص لن ينجح عليها يجب عليه ان هو يتجنب المحاولة يعني عربيات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة